اشتركوا في القناة نقطع الانترنت على تطبيق انستغرام باش نقوموا بالعملية هذية سهلة ياسر فقط نمشي ونقوموا بالذهاب لتطبيق انستغرام ونقوموا بالضغط عليه ضغطة مطولة وبعد ما نقوموا بالضغط ضغطة مطولة على تطبيق انستغرام نضغطه على ايقونة app info بعد ما نقوموا بالضغط عليها باش نمشي ونختاروا ال option متع data usage details وبعد ما نقوموا باختيار ال option هذية باش نلقاوا امامنا النافذة هذي الموجود فيها disable mobile data او disable wifi الهنا باش تقوم بغلق ال connection او الانترنت يكفي انك تقوم بتفعيل زوز خيارات هذو شنو معناها تفعيل الخيارات هذو ما وشنو بشي بدل بالضبط كيف تفعل الخيارات هذو ما يعني التطبيق تم فصل الانترنت عليه وقت اللي تكون متصل بال wifi وكذلك وقت اللي تكون متصل بالdata اللي تخذها من الشريحة متاعك لذا اذا كانك تحب تقوم بقفل او بقطع الانترنت على التطبيق فقط وقت اللي تستعمل الانترنت من شريحتك خلي فقط disable mobile data واذا كانت تحب تقوم بقطع الانترنت عليه في جميع الحالات فانه يجب تفعيل زوز خيارات هذو ما لكن تذكر انه التطبيق لن يشتغل بدون انترنت وقت تحب تقوم باعادة تشغيل التطبيق يكفي انك تقوم بغلق ال two options كما قمت انا بغلقهم الان ووقتها يرجع التطبيق متاعك يشتغل بطريقة وبصفة طبيعية جدا كانت هذه طريقة قطع الانترنت على تطبيق انستغرام ان شاء الله تكون الفيديو متاعنا فادتكم وعجبتكم اذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة اضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس كيف نعبطوا فيديو جديد يجيكم مشاعر وللفيديو القادم ان شاء الله ما تقالي بش نقول لكم كان الى اللقاء